طب لو يعني المتتبعين للتاريخ قالوا مثلا انه في هذه الفترة مثلا اللي هي ما قبل صورة 23 يوليو كان هناك دستور جاي كان هناك برلمان يقوم بدوره بشكل لا يعني كان في ده صحيح فيه آليات الديمقراطية كانت موجودة ودي كانت نقطة فينا جدا كان فيه نهضة أدبية مثلا كان فيه نهضة فنية دي كلام العشرينات انما ابتدت تدهور يحصل بعد العشرينات في فترة المالك فؤاد بالذات مالك فؤاد كانت فترة صحيح جدا وجيه يكمل عليها الفترة مالك فاروق انما النهضة الحقيقية هي كانت في العشريات العشريات دي كانت نهضة مص صحيح بعد صور 19 كمان ففعلا يعني كن فيه تطور بيحصل آه بس كان ليس كافيا وليس احنا شايفين القضية بتاعة القضية الأساسية اللي هي استقلال وانجلاء القوات الإنجليزية عملية منتدة مالهاش مش شايفين الضوء في الآخر نفق غالص فهو ده اللي تسد يعني عندما ينسد الإصلاح وينسد الطريق أمام الناس ففيش بالثورة طب وقتها كان فده كان النظام يعني واحد كان حاسس ان النظام انتهى انتهى اوه يعني وقتها فعلا كان فيه يعني حسب ما سمعنا وشوفنا التسجيلات الموجودة مرئية ومسموعة ان كان فيه ترحيب شعبي بهذه الثورة بشكل كبير جدا كبير بقول لحضرتك انها لما كنا بنمشي قبل الثورة كان الواحد بطلت الواقع دينزل لابس رسمي عشان الناس يقولك انتوا تتحركوا ما تتحركوا اشتركوا في القناة